عشان عندك صعوبة في التنفس وتطلع من القسم ده تروح قسم ثالث عشان عندك تشمع وعندك دهون على الكبد وعايزين نشوف ايه الدهون عاملة ايه في انزيمات الكبد وفي تلايف بدأ يحصل وبتاع وتطلع من ده كل وتعمل بقى كشف زري او مسح زري عشان قاطر تشوف اذا كان فيه لتقدر الله ورم لانك بتعادل من سمنة فمعرض لكل المشاكل دي ولا حياتك في الفترة اللي جاية تبقى الوقت ده انا بلعب تنس الوقت ده انا بلعب رياضة الوقت ده انا بتمشى الوقت ده انا قاعد مع احفادي بنلعب كده في الحديقة انت عايز ايه بجد السمنة يا جماعة سجن سجن من لازينا سجن يعني من اسوأ انواع يمكن اسوأ انواع السجون هو السمن لانه سجن والسجان معاك 24 ساعة ده حتى في السجن العادي بيسيبوا للمسجون يطلع يشم هواء وفيه سجون مرفهة او في حتة معانة في العالم تبصت لقى فيها تليفزيون وبشي عارف ايه وبنجبونج وليلة كده يعني السجون الجديدة اللي بتعمل في كل حتة في العالم بقت كده المهم ان انا بقول لكم ان السمنة بقى سجن مفوش ده خالص لعرض اذا كتلعب بنجبونج ولا عايزك تطلع في الهوى الطلق ولا اي حاجة عايزك تقعد جنبه فعايزين نشوف حل الموضوع السمنة النهاردة حل جاسم عشان يطلعك من هذا السجن ضيف العزيز الخيمة الالمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة اللي بيبدأ دائما في حواره الاساس دكتور كريم صبري والمناظر الاساس بكل الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستج فوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الامريكية والحاصر على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ارسي نورت يا دكتور كريم سعيد بوجودك معنا النهاردة خلينا نقول هل اسمنا سجن؟ طبعا في البداية حيات الحضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحياة طبعا السمنة المفرطة هي يعني طبعا ده وصفة دقيق لها بتحبس الانسان جواها في مختلف الامار اللي طالب الصغيرين بتحبسهم عن المجتمع عن مرسة رياضة عن انخراط في المجتمع بصورة كما يجب دراسيا طبعا تبقى يعني الاطفال مهزومين شوية حتى بتلاقي الحياة الأسرية بتلاقي الزوجات طبعا ربما يكون عندهم عكسات اجتماعية بسبب السمنة المفرطة صعوبة في الإنجاب أو تأخر سن الإنجاب في السن الأكبر شوية المفاصل الصناعي ما بقتش ما بقتش يعني حاجة مش مشهورة يعني طول الوقت منلاقي أنه المفاصل الصناعية يا إما جاي عشان ينزل وزنه عشان المفصل مش هينفع يتركب على الوزن ده أو أنه هو ركب مفصل ومش قدر يتحرك أو بيعاني من أنه هو يمارس حياة بصورة صحية مصبوطة بعد ما الوزن هزمه وبعد الوزن ما أدى إلى تآكل المفاصل وخصوص النرجبتين في الوزن الكبير ده يعني طبعا دي حاجات أنا ما أتكلمش أنا حاجات طبيعة بقى زي السكر والضغط والكوليسترول وتداهن الكبد والحاجات يعني فيه حاجات زي تداهن الكبد اللي حقيقة تكلمت عليه هو مالوش حاجة علاجية غير إنقاص الوزن أكثر حاجة فعالة في العالم يعني هو نزل وزنك إن شاء الله الأمور تنشي كويس ادي بقى علاجات كتيرة جدا يعني ناسة لعندها تداهن في الكبد وإنزيمات عالية وعندها سمنة مفرطة يديله علاجات الدنيا والآخرة ما ما فيش هو لازم تنزل وزنك وبعدين بتشوف بقى العلاجات ده هتجيب نتيجة إن شاء الله الموفق المشاكل القلب والشرعين بتاعت القلب في السمنة المفرطة معظم حال يعني في جزء يعني كبير من حالاتنا بتبقى محولة من أطباء القلب والله يعني يمكن بشوف عينين الإيجيكشن فريكشن بتاعهم بيوصل لتسعة عشرين وتلاتين وهو ده كترة القلب بعد الوزن واحد وزنه متين كيلو وكفاة القلب بتاعته متدنية هو يعالجه إزاي يعني أعمله إيه وانت لازم تدخل بقى بس لأ أتمنى إن الناس توصل لكفاة قلب قليلة قوي ومشاكل في القلب تمنعها أو بتحط التغدير أو بتحط الجراحين في يعني زي بتزنقهم يعني في إنه يجري عملية في حالة قلب متأخرة يعني وانت بتقيس انت ودكتور القلب يعني الجراح ودكتور القلب والتغدير انت بتوزن استفادته مع بعد إنقاص الوزن وخطورة إذا تبقى بالوزن ده على كفاة القلب القليلة أذكر يعني مريض كان في الفارع في طنطة كان ميتين خمسة وعشرين كيلو وهو كان إنسان بسيط كان بيشتغل في قهوة ويعني إنسان بسيط جدا وكان طبعا هو الإيجيكشن فريكشن بتاعه كان تلاتين وعنده فينتريكلر تاكيكارديا كان يعني عنده زي عدم انتظام في ضربات القلب وده لما بتحطه في استرس تغديري أو استرس كان ضربات القلب بتوصل إلى يعني درجات عالية جدا قد تعوق إن أنت تكمل العملية فكان فيه تشالنج يعني أنت نعم هو كان طبعا عند جادرة القلب منظمين له ضربات القلب قبل العملية بس أنت لا تتوقع الرد الفعل بتاع القلب أو يعني انتظام ضربات القلب ده ينتظم مع تعرضه للبينج تعرضه للتغدير تعرضه للجراح فانت بتحط الجراح في حاجة صعبة جدا يعني أنت بتمل تحول مصوار افترضنا أن ضربات القلب حصلوا فيه تك أثناء العملية فينتريكلر تاكيكارديا عنيفة وتلاقي ضربات القلب وسط 170 وابتدى البلد بيشر ينزل أنا أذكر العيان ده دكتور التغدير بعد ما خلصنا الحالة دي لأنه طبعا حصلوا فينتريكلر تاكيكارديا طول التغدير ما جاش العمليات مش تلاش معي لمدة قصوارين تانين من الخوف من الخوف يعني معنا اتخض اتخض اكثر حاجة بتخوف بتوع التخدير الفي تاك الفي تاك طبعا رعب يعني معنا القلب ووقف بزبط طيب أنا الجراح بقى احنا عملنا العملية دي والله العظيم يعني أنا بس دي حالة مليهاش علاقة بالعملية الجراح الليها حاجة بالقلب وبالسمن خاص بالعيان يعني هو خاص بالعيان مش تابعنا يعني احنا طبعا عملت العملية ازاي بقى يومها أنا طبعا طول الوقت عمال ااخد خطوة قدام وااخد خطوة الورى يعني أنا بيقول لي فينتريكلر تاك كاردي قاعد يدي كوردرون ودي حاجات اسنان العملية وقال لنا لو الضغط زبط هنكمل يعني المهم كان وقت العملية قال لي زي شورت استطايم از يو كان انت خلص لي العملية فقط وصير جدا هنطعونش تواقع انت ممكن يقرست لازم طلع الالات وخلاص انتش هتكمل فابتنين نعمل ايه كنا بنعمل تحول المسار في وزن 25 كيلو فيزن التغدير 25 25 كيلو هات بقى الغيار ضربت غيار بالعرض وغيار واحد بس بالطول ما كملتش الباوتش بس ابتنى الاخر قمت موصل انا سموزس الواصلة بتاعتنا هي دي الخطوة انا لحد دلوقتي كل خطوة بعملها قابلة لان انا ماكملش عادي انا خدت غيار عرضي واول غيار طولي دول انا لو قال لي ما تكملش خلاص مش هكمل انا مطالع وخلاص هيكل اكله طبيعي اه اه كانوا زي حزام معده قمت موصل تاني موصل الواصلة عملت الواصلة في النو طعيم فعلا دحية وقت قصير انا مش عايز اقول طول وقت العملية عشان بس يعني ما تبقاش استفزاز لحد او يعني اللي عملنا اللي عملت الواصلة وبرضو متوقع ان احنا يقول لي وقف اه فاضلك بقى الباوتش تانية فاضلك 4-5 غيرات هدربهم طولي عشان تكمل الواصلة دول خليتهم للاخر بحيث ان انا بقى يعني في اي لحظة في اي لحظة يقول لي وقف اه عشان وقف عشان ممكن قوي اصلا ايه ايه الفيتك ده بتبقى بقرة كهربية خارجية موجودة في البطين تقدر تشغل البطين بسرعة عالية هي مولود مخلوق فيها او حصل خلل معين خلى هذه البقرة تتكون بالزبط احنا طبعا مش عايزين احنا نصل للضغط العصبي اللي بتحط فيه الجراح او الضغط العصبي اللي بتحط فيه التغدير لا ليه يعني انت ما توصلش الدرجة بقى ان الشرين تتقفل كلها وتركب دعمات وتركب حاجات وده كادرة القلب بتعبوا معاك وده جادرة التغدير الوزن الزائد لا بد من علاجه لانقاص الوزن اعمل عملية تكميم خدش تلت ساعة اعمل عملية حول نصار نص ساعة ساعة للربع في الاوزان الضخمة اقعد في المستشفى 12 ساعة فتحات صغيرة يعني في البطن انت بتقعد في المستشفى 12 ساعة بتقعد يوم في البيت وتنزل نشاطك طبيعي الحالات المتقدمة في السمنة اكيد بيكون عندها مشاكل محتاجة يعني مجهود تحضيري اكتر من الطبيعي فيعني ما تهملش نفسك وبلاش تحط الجراحين برضه في موقف حارج والتغدير يعني كل المستشفى طبعا بتبقى يعني في حالة طرقة يعني كلمة فشل عملية الكلمة دي هي محور حوارنا القادم في الكلام اللي جاي هل ممكن اختيار عملية معينة يكون هو نفسه السببب في فشل هذه العملية ده سوء اختيار حاجة تانية هل في عمليات اساسا توصف بانا بين قصين قابلة للفشل سؤالية طبعا كل عملية السمنة في عمليات يعني احنا لو عملناها بقى احنا سبب فيها زي مثلا تدبيس المعدة كشكشة المعدة حزام المعدة طي المعدة الحاجات دي اللي هي عملية الفراشة دي عمليات اصلا محدش تكلم عليها في الأوسط التبية خالص للعملات دي تدبيس المعدة تمانع من 2007 ما حدش بعمل عمليات دي وانا شايف ان احنا بنبقى مشاركين في فشلنا ان احنا بنختار عمليات اصلا ما بتتعملش فللعلم للعلم عملية تدبيس المعدة ما حدش يعمل احنا في مرحلة اللي احنا بنصلح العملية اللي بقالنا سنين بنصلح في عملية تدبيس المعدة يعني من العملية الصعبة جدا عملية تدبيس المعدة قالوا أننا نعمل عملية الفراشة هي كل الموضوع توفير للمديات فنعمل عملية قديمة بمستهلكات قديمة وبالتالي هي مصيرها للفشل يعني فأنصح كل الناس بحجي يعمل تدبيس المعدة بحجي يعمل عملية فراشة المعدة بحجي برضو يعمل عملية تدكيك المعدة هي ما لم تسبت مش عملية مش عملية يعني دي مش عملية في عملية حزام المعدة برضو من العملية اللي هي بطلت يعني محدش جر بها بقى خلاص إحنا في 2021 21 فدي عمليات أصلا من الأصل هي فاشلة فاشل بقى العمليات الحديثة زي تكميم المعدة تحويل مصار المعدة المصغر تحويل مصار المعدة الكلاسيكي تحويل مصار الاثنى عشر قد يكون العين هو معمول العملية خاطئة مش مزبوطة مع كل حاجة محتاجة حرفية شديدة يعني إذا لم تتم بالحرفية الشديدة تقصد مش هتخص خالص يعني ده مش هتخص نمر اتنين الاختيار يعني عملية متوافقة عليها طبيا زي التكميم أو تحويل المصار وعملتها في عيان خاطئ ما هو مش هستفيد عملية تكميم في عيان الارتجاع الشديد في المريء ما هو ده ينتهي به بأمراض أكتر من الطبيعي اللي عملت تحويل المصار بصورة غير موفقة يعني عمل تحويل المصار معده مصغر بقوتش قصيرة ما انت يعني بتعرض العين لمشاكل ارتجاع مراري عنيف ومشاكل كتيرة سوق امتصاص شديد سوق امتصاص يعني قليل مشاخص زودت سوق الامتصاص مش هيزيد سوق الامتصاص عنده ويحصل له نقص في فيتامينز يعني حاجات طبعا طبية ووجه رحية قد تكون هي السبب اللي برضو استخدام المسالجات الطبية مش الاحتس بق يعني انت بتبقى عايز دباسات فلاكس عايز دباسات متقدمة تساعدك شوية في الانسجة اللي هي في عملية الاعادة محتاج ان انت تختار يعني اقوى حاجة واعلى التقنيات الحديثة سمك المعدة متلايف وسميك ومش نافع معها الدباسات العادية محتاج اختيار موفق عملية تحويل مصار محتاجة دباسة فيها فليكسابيلتي استخدم المسالجات يبقى عندك الحرفية الشديدة في استخدام المسالجات الطبية الاحدث في العالم طاقة من تقدير قد يكون فشل في طاقة من تقدير نفسه يعمل لك مشاكل تقديرية انت يعني مش هتبقى يعني بصددها انت راجل عملت الجوب بتاعتك الجراحية بس انت مسؤول عن عين تقديريا فالمستشفات طبعا واختيار الادوية اللي بتستخدم اثناء البنج كل الحاجات دي بتدي سيفتي اكتر ونتائج اعلى دايما اسأل اذا فشله حزام المعدة دي ناس في وقت من الوقت كانوا انتشر جدا طب العملوا حزام المعدة وفعلا بدأوا يوحان منه دلوقتي ايه الانسب ليهم تدبيس المعدة برضو في وقت من الوقت كانت العملية الاكثر انتشارا زمان الانسب لتغييرها ايه دلوقتي وتعليلها ايه كل العملات الجراحية يمكن اصلاحها يعني حزام المعدة يمكن شيله بس نتخلص منه لانه جسم غريب او ممكن نشيله ونعمل تكميم المعدة او ممكن نشيله ونعمل تحويل المسار بناء يعني على ما يترقل الجراح لانه عحيانا بتبقى الانسجة متأكلة بسبب الحزام اللي هو محوط المعدة بقاله سنين جسم غريب قد يكون ممكن تلاقيه جوه المعدة واكل المعدة جوها يعني بالمنظار الحزام جوه المعدة مش براها والطبيعي ان الحزام يبقى براها طبعا الكلام ده لا يفهمه الناس اللي هم عاملين حزام نفسهم طبعا بقية الناس عاملية تدبيس المعدة اللي المعدة تدبست اتفتحت البطن واتدبست المعدة او فراشة عاملية الفراشة اللي تعملت بالمنظار بغيرين غير من اليمين والشمال وحطين شبكة حوالين المعدة طبعا دي محتاجة تحويل مصار او إلغاء يعني واحد بيشتكي من تدبيس المعدة او الفراشة ومتهالك والله يعينيهم توصل بالتلاتة واربعين كيلو الحقيقة يعني بيحصل لهم مشاكل كتير جد من كتر الترجيع اللي سامنا اختفت بقى عنده لعنة تانية اللي هي لعنة الترجيع بالاستمرار مش قادر يأكل حاجات صلبة وبيأكل سكريات وشوكورتات وايس كريم ومعجنات وعمالي زحلق حاجات اللي هي تقدر تدوب الحاجات الصلبة كلها اللي فيها الرمأ وفيها البعط وفيها التغذية السليمة ما بتوصلش المعدة بيتزينق فيها وبرجعها وفي صعوبة جمدة جدا فطبعا ده اما يعمل تحويل مصار بعض الناس بيعمل تحويل مصار معده مصغر وده يعني وليلة ولكن معظم الناس اللي يعملها بعد التدبيس لازم يعمل تحويل مصار معده كلاسيكي الهدف منه ان انت تاكل وتاكل اكل طبيعي زي الناس اللي بتاكل الطبيعية وتخس لان التدبيس بيبقوا مزنوين في ان هما بيأكلوا حاجات سكرية عالية جدا فتقوم تزود الوزن وهو مش عارف يأكل ياريتو بعرف يأكل ويزيد في الوزن هو يعني استرح حتى يعني مش متعذب لكن هو اللي متعذب مش قادر يأكل وبزيد في الوزن طبعا فحاس انه طبعا طول البقاء مش محصول فعملية تحويل مصار هي علاج جازري للناس اللي هما عندهم مشاكل فيه تدبيس المعد التكميم قابلة للفشل يا اما ما تعملتش كويس فانت محتاج تعدها بالصورة مصبوطة او كانت معقولة كويس وزارت في الحجم فمحتاجها تقص تاني او محتاجة ان انت تتحولها لتحويل مصار معدى مصغر او كلاسيكي ومن العامات الجميلة اللي هي ممكن تعملها اعادة بسهولة وباحترفية شديدة تحويل مصار المعدى المصغر قابل للفشل يا اما ما تعملش كويس فمحتاج يتعايد يتعمل كويس او هو تعمل كويس وفشل على المدى البعيد بأسباب يعني قد تكون بسبب سوء استخدام ممكن يحتاج الى اعادة اصلاح لتحويل المصار يتعمل اصلاح على تحويل المصار المعدى المصغر ويمكن تحويله الى تحويل المصار المعدى كلاسيكي سهولة جدا وتتعمل بان ان انت ممكن تسيب يعني ممكن تعمل يعني في حاجات ما انتش لازم تقص المعدى كلها وتصلاحها من اول وجديد واحدة عمل تحويل المصار المعدى مصغر عشان السكر وكان عنده وزن مش كتير وبعدين الوزن مش كتير دمزتش وبعدين السكر راجع تاني في حاجة اسمها الـ الهورمون في اسباب قد تعيد السكر مرة تانية فانت ممكن تسيب المعدى زي ما هي وتسيب الوصل زي ما هي وتعمل حاجة اسمها ديفرتد عملية سهلة جدا في وقت قصير انت بس بتزود متر في سوق الامتصاص يعني عايز تزود كفاءة المعدى متر ودي عملية في وقت قصير جدا فانت مش كل عمليات السمنة المفرطة اللي هم الناس اللي هو عملين تحويل مصار معدى ومصغر مش كلهم لازم تعيد كل العملية لا انت ممكن تدايق الباوتش ممكن تحولها لتحويل مصار معدى كلاسيكي كامل او تعملها ديفرتد رؤون واي بان انت تزود متر بس من سوق الامتصاص عملية تحويل مصار المعدى الكلاسيكي يمكن اصلاحها بكذا طريقة طريقتين منهم مشهورين جدا ان احنا نعمل نصغر حجم الباوتش لان تحويل مصار المعدى الكلاسيكي الباوتش حتايتها لو زادت يبقى ما مش تحويل مصار معدى كلاسيكي هي لازم تكون معدى صغيرة معدى صغيرة حجمها صغير مش زي تحويل مصار المعدى المصار اللي هنا هي قائمة عن تصغير حجم المعدى احنا بقى لو هي فشلت على المادى البعيد وخصصا يعني لها نسبة فشل طبعا ومعظم أنه بس يكون جاي من بره لأنه إحنا يعني في مصر بنعمل تحويل مصار المعدة المصغر أكتر من الكلاسيكي شوية فدايما بيبقى يما عايش مصري عايش بره أو جاي من بره هو يصلح عمل تحويل مصار المعدة المصغر الكلاسيكي بنصغر حجم المعدة وفي معظم الوقت بنحتاج نعمل عليها باند يبقى باند باي باس الواصلة ما بين المعدة والأمعاء بتكون وسعد بنعملها سليفنج للجسر الجنوستومي تديق للواصلة ما بين المعدة والأمعاء عشان إحنا عايزين نعمل ريستريكشن يعني تبقى واصلة صغيرة الآخر حاجة ممكن نصلح بها تحويل مصار المعدة الكلاسيكي ديستاليزيشن لو أنت حجم المعدة بتاعك صغير الواصلة بتاعتك صغيرة بلعندكش طريقة تانية اللي أنت تعمل ديستاليزيشن أو تنقل الواصلة على بعد أبعد شوية بحيث تزود المساحة من الأمعاء اللي يتنتص السكريات الدهون تستبايدها يعني طبعا ده إحنا في حاجات إحنا بنقعد مع العيان يكون بس محطوطة يعني عملية السمنة المفرطة عمليات الإعادة لابد من مراجعة المريض أنه هو الهابتس بتاعته أصلا مظبوطة أو مش مظبوطة يعني نصيحة للناس اللي عمليين تكميم إحنا مش عايزين نعمل لكم كلكم كل الناس اللي فشلت بعد التكميم لو عمليتك مظبوطة ما تعملش تحول المصار أو تعمل عمليات الإصلاح على طول أنت في خطوات امشي على الوضع الطبيعي يعني سي أن أنا ما بعد تكميم المعدة حجم الوجبة صغير الجوع أقل الشبعة زاد ولكن عدد الوجبات زاد وجريزينج هو كل خمس دقائق عشر دقائق كل نص ساعة عمليات بالضبط كده فأنت قللت العمليات ساعدتك من ناحية وأنت يعني لفيت من ناحية ثانية فإذا نصيحة للناس اللي عمليين تكميم المعدة نحيزين نرجع للوضع الطبيعي اللي هو الفطار والغداء والعشاء للناس لمعظم الناس أو عدد الوجبات يكون مقبول خمس وجبات في اليوم مش يحصل حاجة لكن ما بقاش انت بتحسب عدد الكالوريز في اليوم أو عدد الوجبات في اليوم تلقيها خمستاشر وجبة الجريزينج تتعمل له ايه ده السؤال الناس اللي هي قللت كمية الوجبات الصلبة الصحية السليمة ولكن عنده سوء استخدام في السكريات بعنف شديد بالضبط فانت زودت انت بدل ما قللت كمية الأكل بالضبط فانت الآن زودت المستهلك من نوعية الأكل بصورة قد تكون ضرة وتزود الوزن وانت بتحسس ان انت زودت اللي احنا دول ببقى سهلة عليكم لو مع شوية تعليمات بسيطة وفيه شوية أدوية متوفرة يعني طبيا بيتيجي من الصيدلية بس شوية تغذية بيكتب أدوية بتساعد على ان هي تنشط العمليات مرة تانية بتشتغل على مراكز الجوع بتشتغل على زيادة الشابع أكتر بتشتغل على ان هي تنظم تساعد على تنظيم عدد الوجبات وده تحت استشاري التغذية بيقوم بدوره اللي هو المسبوط إذن المريض لن بغي أن يستوعب النوع هذه العمليات كل العمليات القديمة التي منعت من العالم يمكن الآن تصححها بالعمليات الحديثة الأفضل العمليات الموثقة العمليات نفسها التي لو حدث فيها أي نوع من الخلل نتيجة تصرفات سيادتك أو عدم جودة في تصنيع العملية نفسها يمكن إصلاح الأمر مرة أخرى والعودة إلى عملية شبه برفي كل ده كمان بالإضافة إلى أنك أنت نفسك بقى تبقى مش تويستد مش ملتوي على العملية ما يحصلش نوع من الاحتيال ده التعبير الضخيق على العمليات من أقول لكش تمتنع عن كذا ومساعدتك تمتنع عن الأكل الكتير آآ لكن تمشي في اتجاه السوائل الملينة سكر والشوكليت والحلويات يبقى أنت كده تعمل احتيال أرجوك ما تبقاش محتال ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والإسم اللامع لأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحة السمنة والمناظر أستاذ بكلية طبية جامعة عن الشمس والمدير لوحدة جراحات السمنة والزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا دايماً بتنورنا ودايماً بتضيئ مناطق مهمة جداً في عالم جراحة السمنة أنا ورطي الناس سهل خليكم معنا سهل